مصخرة إنها الكلمة الوحيدة التي تختصر ما حصل في مجلس النواب بين الأمس واليوم فاللجان المشتركة دعيت إلى الاجتماع على أساس إقرار قانون الكابيتال كنترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للبرلمان في الأسبوع المقبل لكن تبين أن عدداً لا بأس به من النواب لا يريدون إقرار الكابيتال كنترول وفق صيغته الحالية لماذا؟ لسببين أساسيين الأول أن قانون الكابيتال كنترول يدرس بمعزل عن خطة مالية شاملة ورؤية اقتصادية كاملة وهو أمر خاطئ إذ كيف يمكن إقرار الجزء قبل إقرار الكل؟ الأمر الثاني أن الكابيتال كنترول بصيغاتها الحالية مشحف تماماً بحق الناس أي بحق المدعين الذين أصبحت أموالهم في مهب رياح الحكومة المقاطية وبعض الكتل النيابية المهم أن الجولتين النيابيتين بين الأمس واليوم خلصت إلى نتيجة أكيدة لا إقرار لقانون الكابيتال كنترول قبل الانتخابات النيابية هكذا فشل ثنائي أمل حزب الله المدعوم من الاشتراكي ومن بقايا كتلة المستقبل في تمرير القانون ما جعل الأمر معلقاً إلى ما بعد الخامس عشر من أيار فماذا ستفعل حكومة ميقات التي أتت إلى الحكم تحت شعار الإنقاذ وهي حتى الآن فشلت في تحقيق خطوة واحدة على طريق الإنقاذ هذا المشهد يجعل الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية لذلك أيها اللبنانيون وطنكم بحاجة إليكم والواجب الانتخابي يناديكم شاركوا بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة فأصواتكم هي سلاحنا الشرعي لنقبعون ولنبقى اشتركوا في القناة